اشتركوا في القناة غير انه هما على المستوى الدولي بقى بطلت افريقيا وحققوا بطلات على المستوى الاوروبي كانوا موجودين عفاف كانت رابع او خامس ريادو جنيرو خامس ريادو جنيرو وقبل ما تبقى اول ان شاء الله الولمبية اللي جاي منورنا بتدرسي طيران او حتدرسي طيران في امريكا تدرسي اسنان في المانيا ايه اللي جابت طيران والاسنان لرياضة الرماية بالمسدس ايه احنا الاول كنا نلعب لعبة الخماسي الحديث هي جري وسباحة ورماية وسلاح وفروسية فكان فيها رماية فاعفاف اما دخلت الرماية حابت الرماية وثابت الخماسي بعد كده دخلت وراها دخلت وراها على طول احفاف هي اللي فتحت السكة يعني انا كملت خماسي فهاي كنت مركز الرماية اكتر بدأتي امتى عفاف وانا عندك 14 سنة كده من عندك 14 سنة ممكن تشحلنا لأنه إحنا ممكن نبقاش عارفين يعني الرياضات الفردية وتحديدنا لما تبقى حاجة زي الرماية ما بنبقاش فاهمين الفنيات أو القواعد أولاً إيه الفرق بين أنه رماية بالمسدس ورماية بالبندقية نوع السلاح بيختلف وفي البندقية ليهم لبس بيلبسوه إحنا أنتوا عادي آه يعني إحنا لازم سبورت وير بس هما ليهم بدلة بيلبسوها وبندقية بتبقى ليها مقسات بشلوا بقديهم الاتنين إحنا بيدي واحدة هما بيبقى فين عكسنا يعني إحنا بيبقى فين إيه المهارات بقى يعني أنتوا بتنشينوا بقى لشان رهيب يعني آه صحيح أنت خطر يعني بشاوي يعني بس المهارات بشاوي خمس دور وعليك ماليه اللي قوليلي يعني هي لابا بتعتمد على التركيز كويس جدا تعتمد على إنك في البطولة بس بتركز على الأداء لأنه ما يفعش تركز على أرقام هي بشكل عام غريبة كده يعني هي قوليلي المسافات في ضغطها عشرة متر وفي خمسة وعشرين متر ده بيبقى رصاص خمسة وعشرين متر ده أنت تتعاملي برصاص آه بالزخيرة حية بالزخيرة حية اللي عشرة متر بيبقى بالرش بالرش بس ممتعة الحكاية دي أوي لذيذة جدا يعني هي كانت لسه بتقول دلوقتي عفاف إنها بيحتاجة تركيز أنت بتتمراني قديه بتتدرابي قديه آه كل يوم احنا قبل بطولة الشيخة فاطمة آه كنا بنروح كل يوم معادة خميس وجمع هو لك الأجازة هي رياضة اللطيف فيها إنك مش بيحتاجة تاني بيبقى لك من أكل بقى ووزنه يعني ولا فيها حركة فاش حركة لديميش حاجات لياقة بدناية تك تك وخلاص هي مشكلتها مش في الوزن يعني هي مشكلتها آه إن إنت محتاج فتنس عشان طول ما النفس بتاعك كويس اللي علاقة بالنفس طبعا تقدر جدا لا إزاي بقى ده أنا كنت فاكرة إن كلام ده شغل أفلام لا لا كيعرفة دايما لما علموا الرماية في الفيلم يقولوا لا نفس أكون كده ما هو إحنا من أكتب نفس نفس محتاجين ده عشان إيه يعني ليه عشان إحنا لما بنتلع بالنشن بنقى ما بنتنفسش فأنت ممكن كل واحد على حسب الفتنس بتاعه يعني أنا لما بطلع بتنفس وانين بفضي نص النفس وبكتم النفس وما بخرجش باقي النفس اللي معي لحد ما نطلع رشا بالزبط لحد ما تضربها عشان ما نتحركش وعشان آه ده ثبات كامل بالزبط ترجمة نانسي قنقر